السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين اي يا رب تكونوا بخير يا رب النهاردة بإذن الله جايلكم باستخارة بالقرآن الكريم قوية جدا لكم بإذن الله وفيها تحذير وإن شاء الله ربنا ينجيكم بإذن الله من اي قرب او مكروه استخارة هنا بتقول ايه في شيء انت عايز تعرف اجابته الشيء ده اجابته هتلاقيه في الاسبوع القادم يعني في خلال سبعة أيام هتظهر لك الاجابة على اللي انت عاوزه اما عن طريق فيديو تقبله او رسالة او شيء يجي لك زي كلمة او جملة على اي حاجة من مواقع التواصل او مثلا شخص يجي يساعدك في شيء ويقولك اجابة على سؤالك يعني انت اجابتك هتعرفها بإذن الله خلال الايام السبعة القادمة طيب كمان في الاستخارة رسالة بتقول احذر الفترة القادمة لان رسالتك بتقول ان فيه في حياتك نساء ماكرات اذا كنت راجل بقى او ست هي الرسالة جاية بنساء ماكرات في حياتك يعني عندهم خبس كده غير طبيعي والعياذ بالله الرسالة هنا بتقول احذر من هؤلاء النساء هم يمكن مش بعاد عنك ممكن يكونوا زملاء عمل وممكن يكونوا اصدقاء اذا كان في مدرسة او في يعني زملاء اصدقاء ليك عمتا يعني كمان ممكن يكونوا جران مقربين ليكم بيجوا ويروحوا عندكم كتير هم يعني ممكن يكونوا اقرب ليك من كده كمان يعني بيقولك هنا حافظ على نفسك بذكر الله هو منجيك بإذن الله منه يعني هنا بيقولك استعمل آيات الحفظ لانهم بيبعدوا ليك كل المكائد بإذن الله بيبعدوا عنك كل المكائد وكمان الرسالة هنا بتقول انهم مش هيفلحوا لانك قريب من الله انت انسان قريب من ربنا وده بيحفظك منهم بإذن الله بس الرسالة تحذرية بانك يعني ما تبعدش عن ربنا الفترة دي علشان هو حافظك بإذن الله هو ربنا اللي هيحفظك منهم بإذن الله الناس دي حطين عينهم عليك على شيء عندك بس هم مش هينلوه يعني الشيء اللي هم حطين عينهم علي ده مش هينلوه لانك عارف بكده لان ربنا منور بصرتك بإذن الله من جهة الناس دي ربنا منور لك بصرتك بإذن الله اللي بيعملوه كله هينقلب عليهم ليه؟ لان هنا رسالتك واستخرتك بتقول ان فيه كرمة كبيرة جيالهم من عند الله بدون ما تحرك صابع يعني بدون ما تحرك صابعك انت في أي شيء ان شاء الله ده مقلوب عليهم لوحده من عند ربنا يعني زي ما بتقولوا كده كما تدين تدان هم بيعملوا الشيء ده فيك وكله هينقلب عليك بإذن الله استخرتك هنا و رسالتك بتقول لك ردد وقول آيتك اللي جيالك في الاستخارة وهي من سورة يوسف وهي بسم الله الرحمن الرحيم ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ردد الآية دي على قد ما تقدر وربنا بإذن الله هيمددك من عنده بمدد هيخلي أي حد من الظالمين يبعد عنك انت إنسان ربنا مدي لك الحكمة في المعاملة مع الآخرين في المعاملة مع اللي حواليك بتعرف تتصرف في المواقف الصعبة لإن عقلك أنت أكبر من اللي حواليك حتى لو كان سنك صغير أو كبير أنت عقلك عقل إنسان حكيم بتعرف تلاقي يعني الغدر والتسليط والعقبات بحكمة بتعرف تلاقيهم بحكمة إنك ما تقدرش تتصرف فيهم تصرف بتاع أطفال أو تصرف كده طايش لأ أنت بتعرف تتحكم في كل شيء بإذن الله اعرف قيمة نفسك مهما كنت تعبت أنت حاسس إنك تعبت يعني تعبت من كل شيء بس اعلم إن تعبك ده واللي أنت حاسس به ده هو تنظيف لحياتك من كل الحاجات اللي فاتت يعني كل ده كان زي ما تقول يعني تنظيف لكرمات سابقة كانت عندك الإحساس بالتعب والملل اللي أنت حاسس به ده وبتقول والله تعبت والله مش مستحمل حقيقي كل اللي عندك ده بس بداية للخير الجميل اللي جاي لك بإذن الله خليك دايماً مستقبل الخيرات اللي جاي لك استقبل الخير اللي جاي لك ده واستفيد لإن الحياة جاي لك بخير بإذن الله ما بعده خير الحياة والكون بعسن لك بحياة جديدة خلية من المشاكل والمشاحنات والمشاجرات والطقات السلبية إن شاء الله كلها هتبعد عنك وتقتك هترتفع يعني رسالة جميلة كمان بتقولك أنت هتعلو وهتعرف تتصدى لكل اللي حواليك وللمواقف الصعبة والمراجة هتتصدى لها وهتتحدى المواقف الصعبة بحب وبتفاؤل وبدون ما تقول أنا تعبت أنت كل اللي أنت حسه بالتعب ده خلاص إن شاء الله هيخرج من حياتك إلى الأبد وبلا رجعة في ناس حاسة أن هي كانت في سجن ومازالت في سجن لكن الحمد لله السجن اللي أنت حاسس به ده هتخرج منه في خروج من أزمات وخروج من مشاكل ومشحنات سابقة وأزمات سابقة يعني خلاص الأفص اللي أنت كنت حاسس نفسك أنت فيه أنت هتخرج منه إن شاء الله زي ما تقوله كده ربنا بيقول قضي الأمر إن شاء الله كل اللي أنت فيه ده هتخرج منه رسالتك بتقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان في نجاح من مقروه بإذن الله بذكر الله طبعا لأن ده مطلوب منك في الرسالة إنك تذكر الله كثيرا حتى لو كان اسم الله يا جماعة اسم الله ده فيه طاقة كبيرة وعجيبة في إنك أنت الناس اللي حواليك تهيبك مع قطر ذكر اسم الله بدون أعداد صباحا ومساءا بتلاقي اللي حواليك بيهيبوك بتلاقي الناس الوحشة بيعدت عن طريقك واحدة واحدة بدون ما تشعر بتلاقي القهر اللي أنت عشته والحياء الصعبة بيعدت عنك واحدة واحدة كل ده بذكر اسم الله بس فقط لغير مطلوب منك تذكر ربنا دائما حتى وأنت على سجادة الصلاة ممكن دايما تردد اسم الله بعد كل صلاة اعمله ورد والعدد الصحيح لإسم الله هو 66 مرة بعد كل صلاة وكمان قبل النوم 66 مرة وممكن بردو جيالك إنك ما تقولش اسم الله فقط يعني هنا جاية كمان في استخارتك تردد اسم الله الواحد القهار للفوز على أعدائك والخروج من المشاكل يعني ربنا إن شاء الله بيدبر لك الأمور وبيقول لك على الأسماء اللي هي فيها التقاط الحلوة جدا اللي هتساعدك بسم الله الواحد القهار بإذن الله هو قاهر لأعدائك بإذن الله والناس اللي بتدبر لك المكائد دي دايما ردد اسم الله القهار الواحد القهار دايما ردد اسم الله الواحد القهار واسم الله الواحده 66 مرة بعد كل صلاة واستخارتك خلصت والسلام عليكم والرحمة الله وبركاته شكرا